فمثل ما قلنا موضوع الأي سي جي يحتاج لأساس أغلب الطلاب أغلب الطلاب يعني عدهم الأي سي جي يعتبروه صعب لأنه شوي أساس الموضوع نفسه مفقوب أساس الموضوع وين هو بالضبط نرجع للمرحلة الثانية يكون هنا أحد مرحلة ثانية لو كنكم مراحل متقدمة يا مراحل أنتوا أغلبكم مراحل متقدمة لو مرحلة ثانية أكو أحد مرحلة أولى لا ولا واحد يكتب خامسة آني تمام مرحلة ثالثة آني ثالثة تمام خامسة طيب خلني أكملي الحكي آه محمد أنت ثاني طيب يا محمد شوف أنت أسن وفقهم سيطر شون الأكشن بوتين شاو علو له صحب ساحد راح يقولي دكتور يعني إحنا جئنا ECG نو طبتنا على موضوع بعد العن من ECG نفسه أقول لك لا يا حياتي إن شاء الله الموضوع سهل طبعاً أنا مرحة أشرح الأكشن متنشل بالتفصيل حتى لا تخافون ولا يعني سرعتكم تكيكارديا بس هو الموضوع كله هنا جاي أصلاً موضوع الأكشن متنشل طبعاً أنا عندي محاضرة باليوتيوب عن الأكشن متنشل وكاردياك أكشن متنشل شارحها بالتفصيل يعني إلي حب من عندكم يرجع راح أخليه بقربة تليجرام يقدر يرجع لها يشوفها بالكامل يبته من الموضوع هو هذا الموضوع صراحة مننا أنا يبدأ هو الـ ECG نفسه منو يقدر يقول لي يا جهاز كهرباء يمثل الـ ECG يالله سؤال هاي محاضرات تفاعلية أحب أسألكم طبعاً قلت لكم دزوا المسج كل人 حتى أشوفه لا دزواها خاصة لي وحدي لأنه ما راح أشوفه لأنني مشغل بجهاز ثاني فمنو يقدر يقول لي يا جهاز هو يقارب الـ ECG يا جهاز كهربائي نستخدمه يعني أكيد مو غسالة جهاز كهربائي يمثل لك الـ ECG يالله ما حد يعرف ما حد يرد هو جهاز الـ ECG ما هو أنا يعرف هو جهاز الـ ECG جهاز كهربائي يشبه عمل جهاز الـ ECG ما حد يعرف طيار متناوب الإيكو لا 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 ما ينفت ما عدتوا يتفكرون طبية شوفوا أنت بعدكم ما طالع مننا أنا قلت لكم أعتبروا قودكاست أعتبروا لايف ستايل لا تعتبروها محاملت تعتبروها محاضرة لا أحترف لهم ها ما حد يعرف سامعين بشغلة اسمها فولتيميتر لا طابعة 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 هاي ترابعة حيل بعيد ما قلت لكم لا ثلاجة ولا مجمدة ما هي الكترو آه هو الكترو كاردغام لا هي الفكرة أنه فولتيميتر شايفين هذا الجهاز ما عرف إذا أنت تعفون بالكهرباء أو لا هالشكل يصير جهاز الشاشة واضحة عدكم فلس كتبوا لي لا واضحة أو لا الشاشة إذا يطلع عليها الكتاب إذا تشوفوها واضحة أي تمام هذا الجهاز يصير هالشكل فولتيميتر هذا شايفين يقيس الفولتية هذا الفولتيميتر هو جهاز الإيزيجي عبارة عن فولتيميتر شايفين بالسادة يقيس الفولتية التيار الكهربائي هو فولتيميتر لا أكثر ولا أقل ليش وشنو الفولتيميتر يعني نجدنا الدكتور نتدخلتنا كهرباء شنو الساد فيمعود راح أزعل راح أطلع من المحاضرة بعد راح أمسح البرنامج جزيون بعد عملي وراح أطلعي من الكاتب زعلت فولتيميتر عافية فرق جهد بين نقطتين ليش القلب هو عبارة عن تيار كهربائي دي يسري بالقلب عملية الأكشن potential عملية الأكشن potential هي عبارة عن عملية الهدف من عدها أنه يصير عندك أنت تيار كهربائي يمشي تيار كهربائي هو شحنات الكترونات هاي الفكرة من الموضوع فطبعا إذا أنت عندك هنانا حاط سؤالي لكم إذا أنت حاط مسبار لا أمصل لهذا الجهاز والتيار الكهربائي انتبه عليه دي يمشي باتجاه هذا المسبار أو هذا اللي هو يعني خلني نقول الكترولايت طريقة القياس القطب الكهربائي دي يمشي باتجاه هنا نش تتصور أن الكهرباء راح تطلع بشكل موجب لو بشكل سالم ها مو أنا يعرف تتولد قوة كهربائية بس لنها تكون موجب عفية أفور دايركشن عفية عليكم مية بالمية فهذا موجب طيب لو لنفس هذا القطب تمام لنفض نفس هذا القطب هسه نفس هذا القطب الكهرباء مشت عكسه بعيدة مبتعدة عنه شراح يطلع طبعا هنا خلنا نمسح نبقي بس الموجب ها شراح يطلع هنا أنا أحبكم تتفاعلون معناته منايمين من ما تتفاعلون معناته نمتو سالب داونورد لي جوه وذا تطلع الكهرباء هو هذا آه وانتهت السالسة هترى الأي سي جي بنهاية الموضوع هو هذا أفورد اش سموها نيكتف ديفليكشن وأفورد كوزتيف ديفليكشن هو هذا الموضوع كله فهو هذا الفولتية اللي دانسجلها للقلب هي تطلع لك بهذا الشكل بالأي سي جي طيب آي الفولتية اللي احنا ننقيسها هتطلع لنا بالأي سي جي متولدة جد من خلية القلب نفسها من خلايا القلب نفسها طبعا عدنا خلايا القلب هي كاودياك مايوسايت خلي بس أمسح خلايا القلب عدنا طبعا هي عبارة عن إيش هذا اللي نفرض القلب عدنا مايوسايت تمام اللي هي يعني خلايا العضلات مال القلب وعندنا خلايا متخصصة هي البيسميكر وعن تعرفوها انتوا سلموا نحن نجيها الاس اي نود الاي في نود هاي البيسميكر وخلايا القلب القلب كله كخلايا حال 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 اي خلية حال حال اي خلية بالجسم خاصة مثل الخلايا العصبية تصير بي عملية تسمها action potential اللي هو عبارة عبارة عن توليد كهرباء داخل الخلية مختصر مفيد ترى هو القلب عبارة عن جهاز كهرباء وعضلاته بكلها بشكل عام والأعصاب عبارة عن جهازة كهربائية بالمعنى ممكن يكون بمعنى حقيقية حرفيا عبارة عن أجهزة كهربائية بطريقة معينة action potential لما يتولد هاك action potential تلقى عن كهرباء طبعاً اذا تذكرون بالسادس الاعدادي رجعتكم نشوف السادس الاعدادي طبعاً راح أزعل لا تزعل أصبرني شوي من ينعذكم يذكر المتسعة المتسعة حد يذكر من عدكم شغلة اسمها متسعة لو ما حد يذكرها لو نسيتوها المكثف الكهرماني تمام فأنت لما تخلي لوح يعني من المعدن لوحين متقابلين واحد من عدهم راح يتولد بي شحنة موجبة والثاني راح يتولد بي شحنة سالبة حس هذا بتيار كهربائي شو وقت يصير تيار كهربائي حين يقدر يقولني حسنا عدنا مكثف اليوم متسعة من نربط بالبطارية ما يعني نربط بالبطارية شحنا من تتحرك الشحنات حافية طيبة هتت منتربط بالبطارية يعني ربط الشرع كله يا ذكر ما تهي خص تمام وفكرة الموضوع يعني انه المتسعة تنتي كهربائي واذا ربطناك خلب بالبطارية فخلص يعني هاي احنا عدنا الموضوع صار غير شغل هالمهم نرجع الشرع ان شاء الله ما يكون يعني دايش راح طريقة صعبة أو دايش خليكم ترتبكون يعني فنرجع طبعاً أنا هذا دايش راح ما يهدلكم أنا عرف ربما يكون هذا الشرح أساسي وبصغط لي هواية من عدكم ويكونوا متقدمين لكن أنا يحب يعني أبدأ بشي بسيط حتى الكل يكون يعني مستوعب الموضوع ليل ماكو هدف من المحاضرة لذا كنت راح يطلع مفاهم وخلص ما سوينا كل شي يعني ما ما يهمني يخلص قد ما يهمني نتفهمون أهم جزء من عدنا فلما تتحرك الشحنات الموجة بيجيب هذا القطب والسالب يجيب هذا القطب راح يتولد تيار كهربائي لأنه هذه الشحنات هي الكترونات السالبة لما تتحرك هذه الكترونات راح تولد تيار كهربائي راح يشع النور أو البلور أو أي شي تسمونه فبهذا تولد تيار كهربائي فيعني تيار كهربائي محتاج أنه شحنات تتبادل شحنات تتحرك فهاي عملية الـ action potential بالخلية طبعا عملية معقدة بس أنا شارحة كلش بسيطة بس ما قدر أشرحها صراحة هنا بشكل تفصيلي كون الموضوع راح يقض من عندي وقت طويل موجود باليوتيوب ورح أخلي الرابط للـ action potential وكارديك action potential بقلوبة تيارك تقدرون ترجعوا شارحها بالكامل الآن باليوتيوب فيعني تقدر تفهم الموضوع بالكامل فهذا الفكرة بالموضوع طبعا عدنا action potential بالقلب نوعين اللي هو للكارديك مايوسايت action potential وللنوذر سيلز اللي هي يعني مثل AV node والSA node فهذا كل action potential ثاني ما راح أدخل بتفاصيل بس راح أشرح بشكل بصير اللي أنا راح يفيدني بالشرح زيال هذا الـ action بتنشغل بالقلب أو عن بالكارديك مايوسايت يلا اللي نفرض هنا طبعا الفولتية وهي الفولتج وهذا time هذا وقت وهذه الفولتج طبعا الخلايا دائما صحيح صحيح مايوسايت بتفاصيل أكثر حتى لا أتوه البقية يعني هدفي تفهمون مو هدفي إنه فالخلايا دائما تكون بجهد سالب إش قد وإش قد الجهد السالب ما راح أتقر التفاصيل لما تهم اليوم اللي ردي يرجع لها قلت لكم ترجع لها بالمحاضرة مهم الخلايا بجهد سالب يعني تكون هي في حالة rest هذي يسمو resting membrane potential resting membrane potential هنا في الخلايا كل شي ما سوي راح يجيها trigger طبعا هذا trigger اللي هو يعني محرك محفز ممكن يكون خارجي عن طريق بسيبترات مثل better receptors الموجودة بالقلب أو يكون يتولد ذاتيا من S-A-Node A-V-Node فهذا trigger راح يبدأ عملية action potential اللي راح تأدي لك إلى الإنقباض بعضلات القلب سواء بالأتريوم والفنتريك طيب فلما طبعا هذا الصعود نجد دخول يا آيون من يعرف يا آيون موجب يدخل للخلي قديننا إلى هذا الصعود أنا قلت لكم لازم حركة شحنات يلا يصير عندنا هذا الصعود لا راح يصير واحدة هال بقية ما ما نمت ولو شنو عافية تمام طيبة وبكر صوديوم عافية عليكم دخول آيون الصوديوم اللي هو موجب الشحنة فدخل آيون الصوديوم اللي موجب الشحنة هذا آيون الصوديوم موجب الشحنة هو اللي راح يولد هذا ال positive deflection اللي هو عبارة عن موجب موجب طيب حلو راح نوصل لحد معين نسمى الـ overshoot اللي هو أقصى شي وراها راح تنسد بوابات الصوديوم وراح نبدأ طبعا هذي عملية شنسميها depolarization زين وصلنا له قمة وراح يصبح خسفة بسيطة يلا منو يعرف هاي سببها شنسمي طبعا ما راح تخل شغلة الفيزات فايز وين فايز دو فايز 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 فور هذي الوقت الثاني منو يعرف هاي سببها شنسمي لما بدنا ننزل يا آيون بدأ يخرج من الخلية عفيا عليكم دخلنا آيون صوديوم موجب سيدنا الشحنة طلعنا آيون البوتاسيوم الموجب قللنا الشحنة الموجب داخل وهو صح إغلاق بوابات الصوديوم بس ليش ده يطلع أو ليش ده يقلقص دي ده نرجع ننزل لخروج البوتاسيوم طبعا لو عفنا الموضوع حال حال أي خلايا ثانية بجي سمتشان نزلنا إلى بس بالقلب سر هذا الشي بالقلب راح يصير نزول بسيط وراء راح تصير فمرحلة مستقرة نسبيا اسمها بلاتو فيز القمة من يقول لي هاي سبب هاشنو يا آيون موجب ده يدخل وده يخلي الأكشن متنشل يطول شوية عفيا عليكم عفيا عليكم طبعا البوتاسيوم لما يخرج ينزل الشحنة الموجب ما يزيد ها تمام فهنا ده يدخل آيون الكالسيوم موجب الشحنة وبالتالي ده يثبت للشحنة ده يحاول يسوي موازنة في مرحلة معين بعدين طبعا وراها تبدأ عملية ال ري بولاريزيشن وراها نفسها هاي بولاريزيشن وبعدين يرجع مرة ثاني الريست طبعا من خلال صوديوم وتاسيوم هم ولي هي AT T dependent دي بولاريزيشن بولاريزيشن و بلاتوفيز هذا يصير عرفيا بالقلب فلما أقول شنو تمثل البي ويف بالقلب سهلا راح تبلي دكتور البي ويف جايتني من الاس اينود اللي هي بالأتريوم تمثل لي تمثل دي بولاريزيشن اف تريا مايوس سايد تمام كيو ار اس شي مثلك اللي هو طبعا مبينة وافحة اللي هو نفس اكشو متنشل بليسر بالفنتريكول دي بولاريزيشن اف بنتريكول مايوس اللي هو بالبطينات هذا الموضوع ليش مهم عن هذا طبعا الري بولاريزيشن عكس الدي بولاريزيشن وبالتالي هذا رح يصير تي ويف بعدين نفتهنا فنجي هنا على الشرح فهس عدنا موجة الـ ECG اللي معروفة عدنا هي شنو موجة الـ ECG بي ويف تمام اللي قلنا تي ويف منين تجينا خلي بس نجي نشلحلكم على طريق الكهرباء بالقلب الكهرباء بالقلب تبدأ من وين طبعا أنا حتى أحفظ الطلاب هذي أفهمهم أنه المسألة وما بيها أنه عندك أنت القلب عبارة عن بلد والـ S A نود هي معرف تسموه رئيس الوزراء رئيس جمهورية عسب نظام ما كنت طبعا حاكم طبعا ما رح ندخل بشغلات سياسية ما بين نحن طبعا تمام فالمهم فالـ S A نود طبعا بس الصوت يوصل لكل سامعني لو أحضاء لا حد يخاف طبعا لا حد يخاف يعني لا حد يطلع ويخاف سهل أشي تمام فالـ S A نود هذي رح نعتبرها طبعا نحن بالنسبة أنه رئيس الوزراء هو اللي يعني حاكم بالعرام فلنعتبرها جمهورية القلب نظام رئيس صاعد القلب هنا أكل طيب والـ A V نود هذه S A نود طبعا والـ A V نود هي رئيس الوزراء والـ بندل أوف هذي بعدها طبعا تلقسم إلى بندل و رئيس بندل هذول هم الجيش أو الحرس الجمهوري الجيش وطبعا الشعب صاير بركانجي فايبر تمام كل من إلى دورة يعني ما استهينا من بركانجي فايبر هذول هم الشعب تمام فهو القلب بشكل عام المفروض القرار يبدأ من وين من رئيس الجمهورية الأس أينوت يبدأ بالانقبار بعدين من يستلم القرار بعده يعني يبدأ بالكهرباء بالقصد الأي في نوت اللي هو رئيس الوزراء طيب وبعدين من يستلم القرار بعدهم الجيش أو السلطة التنفيذية وبعدين بالأخير يوصل القرار للشعب ويتوزع على الخلق سؤالي لكم لو رئيس الجمهورية مات لسبب من الأسباب منه راح يتولى قيادة القلب قصد قيادة الدولة ها زين يعني يعني رئيس الوزراء تمام طيب لو رئيس الوزراء مات منه راح يتولى قيادة الدولة اثنيات مات يعني اكيد مو الشعب يعني اول مرة قبل البندلز وبعدين اذا البندلز هم مات ذاك الوقت الشعب يوصل طبع عشان قصدي من هذا الكلام هذه الخلايا لها أوتوماتيسيتي اللي هي القدرة على التوليد الكهرباء ذاتيا عندها قدرة على توليد الكهرباء ذاتيا فالس اي نود هي تولد الكهرباء وبعدها الاي في نود تستلم منها الكهرباء وبعدين البندلز وبعدين البركنجي فايبرز هذا نظام يمشي به لو صار اي خلل بدأي س اي نود وما قامت تنطي كهرباء ذاك الوقت حتى لا يموت الشخص ويظل عنده هارتبيت تبدأ الاي في نود هي تتولى الموضوع لو ماتت الاي في نود بعض الحالات الثانية سأنا ما راح تخذ تفاصيلها توقفت عن عملها راح البندلز هي تتولى عملية الانقباض للبنتريكار حتى لا يموت الشخص بس طبعا هذا راح يجي على حساب شنو على حساب سرعة القلب الاس اي نود شقدت سرعتها شقدت تقدر تنطي هارتبيت منو يعرف يالله يعني لو القلب ده يدق بنظام الاس اي نود يعني برئيس الجمهورية شقدت يدق شقدت الرينج لا 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 متلت مية انا قصدي نورمال 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 يالله من شقدت لشقدت ضرعتكم جزء من عدها بالشاشة يعني يالله راح اقرب لكم من ايش من ستين الى مية الهارتريت هذا هو الهارتريت اللي جاي من الاس اي نود طيب اي في نود لو هي تولت الامور طيب يعني الاس اي نود صار بيها مشكلة شقد راح يكون الريت مالتها من اربعين الى ستين بذا تلاحظون طبعا الى وصلنا لمسألة البندلز فالبندلز تقريبا من ثلاثين الى اربعين تنطينا والبركنجي ثلاثين فما دون تبدي تنطينا طبعا اللي يبقى على البركنجي فايبر هذا حرفين الله يفهمه فهذا الوضعية بالنسبة لشون الكهرباء تمشي بالقلب تبدأ من SA نود AV نود وهكذا وطرعا هذا نسميه sinus rhythm اللي هو لما تكون الكهرباء ماشي بخطها صحيح نسميه sinus rhythm SA نود AV نود bundles right bundle left bundle وبعدين بركنجي fibers فهذا هو الطريقة اللي تمشي بيها فنرجع على ECG واليوم نحن نشرح الرhythm فما نحن نحن عميقا فنرجع على ECG الآن P wave هذه P wave أول wave راح نلقاها شتمث اللي P wave اللي هو أول wave طبعا نحن نحن بنا كارباء من ينت تبدأ بالأتريوم فال P wave اللي هي موجبة موجبة بالأتريوم شتمث لنا عافية عليك يا طيبة تمثلنا انقباض الأتريوم وجود شحنة موجبة بالأتريوم اللي هو أتريال أتريال تي بولارايزيشن وهذا طبعا كلام مهم جدا لازم نعرفه بداية هذه هي جاية من الاس اي نود وتكملتها هي طبعا وطبعا ليش صغيرة الموجة لأنه أنت عندك خلايا قليلة عضلية موجودة بالأتريوم وبالتالي تشكل ذاك الانقباض اللي يطلع يعني كمية كمية كهرباء عالية فتظهر لك بشكل كبير كموجة كبيرة فهذا بالنسبة لل P wave زين وراها راح نشوف فترة سكون فترة ما كو كهرباء رجعنا لل رست لل آيزو الكتريكا لين هذي منو مسؤول عنها منو يعرف منو مسؤول عنها هاي الفترة من التأخير وين تصير بالقلب هس احنا قلنا اول ما تبدأ من رئيس الجمهورية بعدين الكهرباء تروح تنتشر بالقلب هس منو يأخذ الكهرباء هس اي نود بدت سوت وظيفتها هس منو لازم يأخذ الكهرباء اه صحيح يا اي في نود هس الاي في نود لازم تأخذ الكهرباء الاي في نود لازم تفهمون شغلة عليها الاي في نود وظيفتها ديلي كوندوكشن ديلي كوندوكشن عفية طيبة صحيح ديلي كوندوكشن يعني وظيفتها تأخير وتوصيل وظيفتها تأخير طبعا في حالة اذا مشتغلت الاسعين هي تقوم تسوي وتبدا بس قصد بشكل طبيعي وظيفتها تأخير الشحنة وتوصيلها ليش هذا الشي صير لانه هذا انت من مصلحتك الاتريوم والفنتريك ينقبضون نفس الوقت وين راح يروح انت قبضت من الاتريوم والان قبضت الفنتريك طب الدم شون راح يمشي يعني وغير ما في نزل من الاتريوم للفنتريك وعني من الفنتريك يضح الورتة أو الكل من ريارتري لازم يصنع عندك عملية تأخير هاي التأخير من وسؤول عنه A-V نود طبعا وراها راح تجينا Q-Wave و-R و-S-Wave ليش دا تصير بهالشكل هاي رابلها قصة طويلة مو ما جالح اليوم بس المهم فعندك هنا ما صار positive ديفلكشن هسا هزا ورا A-V نود الموجة الموجبة هذي جدت من يا عضلات هسا عدمي سؤالي هسا هذا Q-R-S هاي الموجة جدت من وين من الاتريوم لو هسا بدين بالفنتريك أدري مايوسايد بس وين مايوسايد بالاتريوم لو بالفنتريك خلنا على إيش على منطقة الفنتريك وطبعا الفنتريك اللي هي البطينات بالقلب مليانة مايوسايد بيها كمية خلايا كبيرة كمية خلايا كبيرة وبالتالي الموجة ما تكون صغيرة هنانا بهذه الحالة راح تكون واضحة كبيرة مقارنة بالبي وي بالصغيرة فهنانا صار عندنا Q-R-S فهسا هذا Q-R-S يمثل لنا D-Polarization منو فنتريك تمام فنتريك وبداية ال-D-Polarization منو بدأ AV-Node هي اللي وصلت وأخرت شوية عن Q-A سوأقي لكم لو ها المقطع شوف شون مح تفهمون الموضوع صير سهل لو ها المقطع هاني مدأ سميها سنين راح مجي على تسميات هاني ما يدوكم تدخون بالتسميات افتهموا الموضوع لو هذا المقطع زاد او قد يقص اللون ثاني نصر شوية مدأ يبين ناخذ البناء سجل لو هذا المقطع زاد وقته معنات هالمشكلة وين بالأتريوم بالS-A-Node بالA-V-Node لو بالفنتريكال لو هذا المقطع زاد هذا المقطع زاد مساحة زادت الوقت زاد طبعا هذا time هذا time وقت بالأي سي جي لما نقضى طبعا هنا هي voltage هاي الورقة منتقوها بهذا شكل هاي voltage طبعا وقت فشنو معناته آها problem with AV-Node عفيا عليكم أنا يالي هذا تبتهموها السبب دائما تعرفون شنو الاسماء الامغاض شنو معنا بلوك وين المشكلة معناها تسوي delay أكثر من اللازم معناها بلوك يبتوش قد موضوع سهل طيب يارو راجيكم على الشي الأصعب لو هذا المقطع صار أصغر من اللازم بس منه يعرف المشكلة وين هذا ما اتوقنا منكم تجاوب لأنه مشي صعب بس بيكم يعرف يعني عفيا علي لو هذا المقطع صغر لا هي شاطيبة أنت جبتها من الأخير عفيا علي معناها تأكو شنو معناها تأكو توصيل كهربائية جاية من الأتريوم إلى الفنتريكل دون المرور بال A-V نود معناها الكهرباء تأكو مباشرة من الأتريوم إلى الفنتريكل دون المرور بال A-V نود ما هذا معناها شنو معناها عدنا شغلة بعدين تعرفوها متقدمة اسمها وولف باركنسون وهيت سندرون فشفتوا الشغلة شون بسيطة حتى من تسمع حتى تخاف وعبالك فتش صعب لكن من حقيقة تركاه رباء لا أكثر ولا أقل الكل مضع من عندي أحد عند استفسار قبل ما نكمل لأن الأمور واضحة واضحة للكل ما يعني لكل فاهم الموضوع حتى إذا هذا حتى أكمل الشر أنتو كتبوا لي بالتعليقات حتى البقية شوف حتى إذا عدكم سؤال شي كتبو عادي أنا شوف قدام إذا شوف التشات حتى إذا أي شي موجود قدتلكم اختاروا حتى يوصل فتمام أتصور واضحة كم دكتور كل شو واضح تمام أي بسؤال يقل لو الآن لو الآن لقيت صار مشكلة لقيت تشوه بال بال المشكلة الآن بالأتريون بال الفينتريون لو بالأي في نود يلا جاوب واضحة عليكم أتريون مية بالمية سوف لدينا بداية البي ويف تمثل لنا بس اي نود بقية البي ويف تمثل لنا الأتريون فمعنا تلما مشكلة أو تشوه بالبي ويف إذا مشكلة بالأتريون فكر مسألة أتريون عندك بيها مشكلة نبجي نفس الكلام نقول لو الQRS الآن صار بي مشكلة صار وايد أو صار بي ديفورمتي هس المشكلة وين بالأتريون بالفينتريكار لو بالأي في نود عفية عليكم بالفينتريكار ترى هو هذا الECG ملخصة يعني بشكل مجمل هو هذا إذن مشكلة بالفينتريكار طيب قاعدة بالحياة القوي يأكل السمين يأكل الضعيف يأكل الخفيف ها شو ما حديكت القوي يأكل طبعا لحشيكم شغلة شوية يضحكم حتى مرة بأكل مثل فقلت الأمثال تضرب ولا تقاس خفيف خفيف درس طلاب ما أعرف تعرفون متابعيني من قبل أو لا سأقدم محاضرات طبية أونلاين وشنت أيضا بقاعة فدرس طلاب قدام من 40 50 طالب فقلت الأمثال أنا أمثال مرات يعني حتى الضحة على أكل على الحياة حتى شنو الطالب شوية لأنه من نتصل شرح 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 يفصل أنا يعرف يعني الطلاب أنا أمطالب بالنهاية شنت وأعرف الوضعية فإذا أظل شرح شرح الطالب يفصل وتماتيك يعني مباشرة يشتغل عند الفولتميتر غلط فقلت الأمثال تضرب ولا تقاس فتخيل طالب سألني قال شوان تنضرب دكتور حرفيا يعني أنه شوان تنضرب يعني المثل يضرب يعني تمام فنفس الشي فالمهم فالمثل يقول القوي طبعا اللي سمفتها نحوف الفكرة فالقوي يأكل الضعيف والأمثال تضرب ولا تقاس مثل تنضرب حرفيا يعني تضرب مجازيا فالمهم فنرجع فهس نفهم أنه QRS يمثل نحن والأمثال والP ويف تمثل الاتريوم وهذا يمثل طيب أنا فكيت لكم هذا المثل والقوي يأكل الضعيف لأنه الموجة الموجبة الكبيرة تأكل الموجات الصغيرة القريبة منها وهذا بعدين راح تشوف في ECG لما يوجد موجات تتعدى على موجات وتختفي بالنص هاي الموجات هذا مبدأ مهم بالECG أنه القوي يأكل الضعيف الموجة الكبيرة تضيع بها الموجة الصغيرة منه يعرف مثال على هذا الشيء منه يعرف يلطيني مثال على هذا الشيء بس منه يعرف قبل ما أقول لأ الموظوط استنتجول لانا وصلت للموجة اللي بعد عافية لا ممكن تختفي بس وحدة لا 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 طيبة وين هس راح نجي على الموجة هان البقية يعرف التريال دي يختفي حياتي هذا أرثمي يا عبد الدكتور لا هذا أرثمي هذا منات لما يختفي البي وي لا وقربت انت صراح نكل شق راب عافية عافية طيبة التريال هو هذا اللي يختفي اللي هو منه نحن نجي على الموجة اللي بعدها موجة التي ويف تي ويف هاي الموجة هاي شو تمثل ناس خلصنا ال بعد ما خلصنا وطبعا السواحي معتكم ما يعرف راح يسألني يقول الدكتور عمر لحظوا لحظ زعلت ليش المفروض تكون سالبة ليش هي موجبة لأن الفكرة الموجات هنا مو معنات سالبة بمعنى هي سالبة أو موجبة معنات انتجاه سير التيار الكهربائي فال هو عكس فأيضا كليدات تلتقط ككهرباء ما لا علاقة هنا بالشحنان يعني انه هي كانت سالبة أو موجبة ما ليدخل بتفاصيل فالمهم فهي راح تطلع شحنة ايضا بتطلع ب positive deflection فهاي هي repolarization بس منه repolarization repolarization كبير ضخم لمنه لventricular ventricular repolarization اللي يقل تطلع حتى ترجع للراحة لاني لازم يكمل دورة كاملة هي ويرجع مرة ثانية للصفر حتى يبدل دورة جديدة فهاي ventricular repolarization T-wave زي اللعج شنو الموجة اللي آني قلتها رايحة بالرجليين اللي هي قوي أكل ضعيف عدنا موجة اسمها U-wave U-wave اللي هي اللي هي اتريال مهمة حالة حال الفنتري صار به repolarization الان يحتاج يرتاح repolarization اتريال repolarization بس ضاعت بالT-wave فهذا مثال طبعا أمثلة ثانية بعدين بالمقابل راح تعرفوها لما اسمع بالVentricular بقوة رأس الضخمة اللي موجود يعني ventricular repolarization وغيرها فمتلقاها مع أن هي موجودة حرفيا بس متلقاها يعني ضاعت بالنصف بعض شغلة ما يدخل بيها الآن بس حتى أنت تكون خلي نقول فاهم الموضوع واصل الفكرة فالU-wave طهرت هاي U-wave شوكت تطلع وخلوها لكم معلومة لما أنت لا تسمعون الكل ما عاد يطلع عندي مشكلة بالconnexion الكل داي يسمعني الصورة واضحة عدكم بسكتبول اللي أنا معرف تابلي عندك مشكلة بالconnexion تمام 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 فهاي U-wave شوكت تطلع عندك لما أنت تخلي طبعا نحن قلنا repolarization يعتمد على يا آيون مو depolarization مو بداية الاستقطاب النهاية هاي تعتمد على خروج يا آيون عفية البوتاسيوم فبيض حالة تتصورون هذه المدة راح تصير أطول يا حالة تخلي هاي المدة تصير أطول وبالتالي U-wave تظهر لك بيا حالة بيا آيون راح يتأثر ويصير عندك هاي الحالة بالجسم لما تشوف ال-U-wave انت تخاف من شنو مو هايبر كاليميا هايبو كاليميا هايبو كاليميا فهاي ال-U-wave لما تظهر لك معناها عندك صاد مشكلة بال repolarization وبالتالي بطأ أكثر فهذه في حالة ال-hypo كاليميا وهذه هو متقدمة ما تدخل بها بس تحبي أتصير لكم معلومة فأصور ها سوا مشكلة بال-P-wave ومشكلة بالأتريوم مشكلة بهذا المقطع ما لل-AV مشكلة بال-AV-Node QRS-Ventrical T-wave و-U-wave تهمتوها وهذا هو بالنسبة موجة ECG طيب وهذه أيضا شرحناها هسا نجي على هذا هش مرضي رأيس ندخلي بهذه الفقرة حتى لدوه يعني من يقدر يقول بي شنو الفرق بين segment و interval و و اهو يا دكتور بدي أنا مصطلحة هسا راح نزعل ونطلع ونسد وروح اليوم واني أزعل وروح أشرب لأربع قلاسات بس خلي يلا مسأل ومن منعتكم يعرف شنو الفرق بين segment و interval و wave هذا من interval زين اي حلو تمام زين عفية طيبة صحيح لما تكون عندنا موجة شنو نقصد بموجة موجة كهربائية و wave هي شنو الموجة يا أما positive يا أما negative deflection هذا positive أو negative deflection يسمى موجة فال P wave هي موجة QRS هي موجة تمام موجة T wave هي موجة هذا T wave هي موجة QRS هي موجة P wave هي موجة يعني هذولا موجات هذولا موجات wave ات موجات صعد كهرباء نازل كهرباء موجات رسم بيان لا أثر ولا أقل موجات هذولا خط لعد الخط المستقيم اللي يربط بين موجتين شنسمي هذا الخط المستقيم الذي يربط بين موجتين ماذا يسمى بالعربي ماليا بالانجليزي هذا حتى لا أزعل مقطع segment مقطع segment شنو معنى wave وشنو معنى segment فإذا من أقول لك segment يعني خط رابط بين موجتين خط نفسه مو الموجتين طلاب لا كلها معنى إذا كلها هذي interval حياتي إذا فقط wave فقط الموجة فهذه wave وإذا فقط المقطع بين الموجتين هذا segment وإذا الموجة والمقطع شنسمي ال wave وال segment شنسمي هس ها بتركتبوه بالعرب interval تمام interval 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 هذا الموضع سهل طيب شنو P wave سهلة بين P و Q شنو عدنا P Q segment لا يا حياتي ما عدنا PQ segment P R segment أهو دكتور عمر بدئنا أنت هس قلتلي هس هز علاني ورطلع وراح أصبر 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 أهدأ أشرب لك شوية قهوة ارتاح نفسيا ميقدر يقول ليش ما سمينا هذا المقطع بPQ segment كلها لها دلالات الموضع مو هوسة عفية نحن نحن سمينا P R مو P Q لأن مو داخل Q يا حياتي يعني تخيل أنت بال ECG عندك بعض الليدات ما يظهر بها Q wave زين شلون شن سمي هس بس R wave موجودة فلذلك صار اسم P R segment مو P Q segment موجود مو مو يعني منطقية طيب بعدين Q R duration أو wave هي نفس الفكرة تمام هي نفس الفكرة ترى Q R S اللي هو بين ventricle زين بعدين عندنا هذا segment بين S wave تمام هذه S wave والT شرح يصير اسمه ST segment ST segment وصور سهل ما ماذا بشي صعب ST segment فصار عندنا P wave duration طبعا هذه هس رح أذكر لكم شوي شوي رح نجي نذكر المدد الخاصة بيها تمام لأنه مهمة جدا هذه لازم تعرفها لازم تحفظها مطلوبة منك بحياتك العملية بامتحاناتك بكل شي لأنه تحكم على ECG من خلالها وهو لي شي اعتباطي هذه واضح فهذه معلومة لازم تحفظ زيلاني مو زين لا ترجع تحفظ طبعا مو هسب المحاضرة يعني هاتي وراء المحاضرة لازم لكم إيا روح تعفظها مراء طايب يريد هس اللي بالمحاية أصبر عليها بالبيت روح أحفظها أو أنت بالبيت أصلا قاعد يعني صايرت كل الفجرات على كل فنرجع فأستي سيجمينت طيب هس عندك الموجة والسيجمينت مال P والP سيجمينت شنسمي سهلة P R interval والموجة ما بين R و R R interval يعني بين الموجة طبعا نسيجمينت كل اللي بداخل تمام والموجة بين أصف والموجة بين T وال P ويف الثانية T P interval يسموه هكذا تمام وعدنا أيضا Q T أيضا موجودة interval همين مهم هس راح نعض هذا Q T interval كل مهم يبدأ من Q وينتهي بنهاية T طبعا اسمي interval يعني يحتوي موجات داخلة ويبدأ من Q ينتهي بالT فاش راح يصبح اسمه Q T interval وهذا تقريبا أطول interval موجود بداخل موجة وحدة نفسها أو داخل أصف يعني بداية ونهاية ECG بضربة وحدة هذا يكون أطول واحد موجود طيب هس شوية راح نبدأ بموضوع طلاب ما يحبوا اللي هي رياضيات كل مربع صغير من هاي المربعات بال ECG يمثلك 10 ملي second أو وش قد من السكن كل مربع طبعا هذا قلت لكم هذا هذا عبارة عن وقت time 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 وهذا voltage voltage وقلت لكم هو عبارة عن رسم بياني لقياز فولتية القلب فهذا يمثل فولتية متهمني أنا مرايد معكم يسوي فولتية القلب كم ملي أمبير أكو ملي فولت بس الوقت مهم يعني إحنا تعامل نوي الوقت مربع صغير مكتوب قدامكم هذا يساوي لك لا صفر 0.04 من السكن خمس مربع صغيرة اللي هي 0.04 في خمسة يساوي النجج 0.20 سكن أو 200 ملي سكن واضح فطبعا مربع كم مربع صغير 1 2 3 4 5 فمربع كبير من القلب كم مربع مربع ملي سكن اشقد من السكن 0 2 من السكن من الثاني طيب منو يقدر يقول لي كم مربع موجود بدقيقة كاملة يالله يعني يقدر يقول لي كم مربع موجود بدقيقة كاملة طبعا الدقيقة تشم ثانية دقيقة تشم ثانية يا الله مساءة رياضيات احس صفت الدقيقة ستين تمام زين كم مربع كبير كم مربع كبير موجود بستين ثانية يا الله من منعتكم يقدر يحسب كم مربع كبير موجود بستين تاني وليش دعسألكم هذا السؤال لانه هسا راح تفتهمون دوسة ها يالله فكروا بيها زي خمسة في ستين خمسة في ستين عافية عافية يا ريلمي ما عرف اسم ما مكتوب عافية 300 300 300 مربع 300 300 300 تمام 300 مربع هذا خلال 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 1 منت اللي هي 60 ثانية 300 مربع كبير الشاردة اسأله هل أريد تعبك نفسي هل أهمني يا ست تفتهمت شون ضربت أو لا تعرف الفكرة هذا راح يفيدنا في قياس البيت هس راح نجي نفهم الموضوع شوية أكثر متقدم بس افتهمنا شنو معنا سيجمينت شنو معنا انتيرفل تمام و الويبات افتهمنا طيب هذا بعدين جاء يعني طيب هذا هس عدنا الموضوع المهم rhythm analysis انت من تجيك ورقة ECG طبعا اني هس مدى اتكلم على الليدات بشكل عام لاتكلم على lead واحد لما انت تريد تشوف lead واحد لانهم ش تشوف بهذا lead لانو مسألة تس تعلض lead هذي شغلة ثانية بعدين راح ندخل لها أكثر متحمقة فأنت لما تريد هس تبدأ تسوي rhythm analysis انت أول تشوف ECG ش لازم أول شي تتفكر بي ش لازم أول شي تسوي لازم أول شي لما تشوف ش تسوي أول شغلة ها ها الشغلة القلب سريع لو بطيء ش تعرف سريع لو بطيء ش تش قيس قيس يالله كيف قدتكم أو أنتم نمتو نأ أنت هس جاوب تيني علي بس الريت عفيا نقيس الهارت ريت تمام الهارت ريت نقيس الهارت ريت لان هذا أول دلالة رح تنطين إذا مشكلة بالقلب فأول شي نقيس الهارت ريت زي انت خطوة رح نشوف القلب هل تين قبض بشكل منترم لو غير منترم فثاني خطوة مهمة أول شي لما ريت نشوف الريت شن 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 نقيس نقيس الهارت ريت ريت الريت ثاني شغلة شن سوي انقيس الريجولارتي اللي هو شنو انتظام القلب هل القلب منتظم أم غير منتظم ضربات وهذا مهمة جدا حتى نقدر نميز هل هذا الريت قدامنا طبيعي أولا أصعب شي على طالب الطب أنه يقول هذا مفارقة أكثر الوقت طالب يدوخ بالنور ما ليس يجي أكثر بما يدوخ بالباثورتي خليش لأنه ماذا يعرف الموضوع وين ماشي ما كأساس بالسالفة فهذا يريد الريجاباثورتي معاتي انت شوف الوضعية أول شي شوف الريت أول نقطة شوف الريت ثاني شي شوف الريجولارتي اللي هو منتظم منتظم الثاني ماذا أقول لك شخص بس أقول لك أفتهم أعرف زين طيب فنشوف الريجولارتي واسا راح نفتهم طبعا شون أي صديد شون نشوف الريجولارتي على كل حال زين بعدها راح نشيك أول نقطة بداية الـ ECG اللي هي منه P-Wave ثالث أو رابع شغلة راح نشيك الـ PR نشوف الـ PR وراها الـ QRS duration وراها الـ QT interval هذا دا أتكلم على الفحص بالنسبة لليد واحد طبعا مون لليد واحد قصد يعني لجزء من ECG لليد واحد من ECG اللي على أكثر يكون ليد 2 اللي ينطيك يا 1 منفصل بالأخير بهذا الشكل تمام فأول ما نشوف ECG نريد نشيك الليدات بشكل عام مدر نريد نشوف مشكلة MMI MMI لا شكل عام دا نشوف الرhythm وهذا يفي الـ أول شي نشيك الـ rate بشكل عام ودائما وي ECG راح تسوي هذا الشي راح تشوف الـ rate تشوف الـ regularity تشوف P-Wave تشوف وطبعا لو كان عدنا الإيدات وهواية راح نشوف T-Wave ونشوف مشاكل T-Wave سامعين بمشاكلها أو عدكم فدخل فيها بسيطة عليها مشاكل M-Cardium وفاركشن وبعض اللي هي ما راح حط كلها هذا اليوم ما عدنا مشكلة بها الساعة وما راح نطال مقال هيا شهر متقديم فالمهم فأس واضح نشاكل rate regularity P-Wave حتى نعرف هذا قدام النور مال طيب عدنا حد الطرق لقياس ال-heart rate حد الطرق لقياس ال-heart rate دقيمة 3 أو 4 طرق موجودة لقياس ال-heart rate أنا متهم صراحة عندي طريقة أو هي مختارها مو أنا يعني نسويها موجودة طريقة ال-300 الدقيقة بيها ال-300 مربع كبير large box تمام مربع كبير فاش راح نسوي حتى نعرف ال-heart rate طبعا ننتبه راح نقيس المسافة أو نقيس عدد المربعات بين R بين R بين R و R اللي هو R R إيش interval راح نجي نشوف احنا طبعا شنو هدف حتى نعرف القلب شقد يدق طبعا ال-ventrical بشم الردق R R طبعا هذه الطريقة هي عملية ومو دائماً عملية بعض المشاكل اللي تحتاج من عندنا مرات نقيس المسافة بين ال-P و-P و-R و-R حتى نقارنهم مع بعض نشوف همه نفس ال-R لو لا هذه لما تصير عندنا مشاكل وين بال-AV نود مرات نحتاج هذا العمل إنه نشوف المسافة بين ال-P و-P هل هي أو يعني ال-R بين ال-P و-P هل هو نفسه بين ال-R و-R أو لا بس بشكل عام أنت لما يجيك ECG مرات نتخل بهذا التفاصيل أنت عموما تمام إن شاء الله حاول أحاول أنزلها على اليوتيوب إن شاء الله فنرجع فأنت عموما القياس راح يكون بين ال-R و-R بين ال-R و-R حتى نعرف فإحنا نعرف أنه في دقيقة كاملة في ون منت أكو 300 بوكس طب بين ال-R و-R كم بوكس راح نجي نحسب مثال هنا واحد اثنين ثلاثة أربعة أربع بوكسات بين ال-R و-R فراح يصير ال-R ال-R 300 تقسيم R R interval large squares large boxes اللي هو في آي الحالة كمثال 300 تقسيم أربعة طلع عنا 75 وهك فسهل 300 تقسيم 65 فهذا هذا طريق زين من يقدر يقول لي شنو مشكلة هاي الطريقة يالله منو من الشطار يقدر يقول لي شنو مشكلة هاي الطريقة ليش ما نقدر نعتمدها كل الوقت أو بها حال نقدر نعتمد هاي الطريقة السهلة ها أفيا أفيا يا طيبة أفيا يا طيبة ها الطريقة تعتمد على فكرة انه انت لما تقيس ال-R هي نفسها ال-R هي نفسها ال-R كل وقت هي نفسها لا تقي نص مربع نقدر نحسبها يعني مفجيحنا ننطي استيميشن نحن ننطي يعني ال-Hard rate مية بالمية ترى يعني تكون منصف تنطي استيميشن تشكل سريع تريد تعرف عندك كارديا طبعا أو عندك كارديا اقل من 60 اذا اكثر من 100 هذا لتبتعرف بس مشكلة هذي شنو هاي الطريقة تعتمد انه عندك الموضوع regular يعني ال-R wave هي نفسها ال-R wave بعدين هي نفسها المسافة ال-R wave اللي بعدها وهكذا ماكو اي فرق بين المسافة هذي بين ال-R wave هذي صحيحة لما يكون عندك نظام طلب regular طيب اذا كان regular مرة R هنا طالعا بعدين R هنا بعدين R هنا بعدين R هنا هل هاي طريقة عملية انت تلقيس لي مننا واذا تقسمني طب انت شون يعني انت افتراضة انه كل نفس المسافة بيما حقيقة ونفس المسافة فما رح تنطلب نتيجة صحيحة ها تفيدك في حاقت اذا كان ال-R wave شنو regular اذا كان regular rhythm زين اذا كان regular rhythm اذا كان غير منتظم شنسو يا دكتور مراحة نقيس بعدها يا دكتور انا رس مراحة فليسي جي ومراحة قيسة وانتهت السالفة واني زعلت وراح أسد لا لا أصبر 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 أهده اذا كانت الموضوع regular أو حسيت انه اختلالك بنظم القلب مو طبيعية المسافة بين الآرات مو متساوية عدنا طريقة اسمها R wave method هذي طبعا اسمها شنو large square methods هذي اسمها R wave method اللي هي شنو تاخذ واحد من الليدات الكاملة طبعا شنو الليدات الكاملة هاي ورقة ECG اذا تلاحون lead one مكتوب lead AVF مهم ليدات تكون صغيرة بس بالأخير بحط لك lead two كامل ليش حاط لك اياه كامل هل حاط لك اياه عبطان كامل لا حتى يساعدك في انه تقرأ الrate الheart rate شلون هذا الليد اللي يخلي لك اياه كامل بالECG هو مسجل 10 second 10 second تمام مسجل 10 second فانت خلال هذا الليد تجي تقرأ تمام الليد اللي هو رح تلقاب الورقة كاملة مو الليدات الاصغيرة الناقصة لا الليد الكامل رح تجي على هذا الليد الكامل تشوف كم R عندك طيب الدقيقة كم ثانية قلنا يلا الدقيقة كم ثانية سؤال بسيط مسائل المدر يلا الدقيقة كم ثانية خمسين 60 40 90 60 60 تمام الدقيقة 60 ثانية الدقيقة 60 ثانية 60 ثانية 60 ثانية ف60 تقسيم 10 تشكيت ستة واضح فراح نضرب عدد الار ويفات في ستة وراح يساوي كمية الار ويفات خلال one minute اللي هو الهارت ريت إذا كان هاي الحالة الريجولر الريجولر إذا كان طبعا حتى بالريجولر تستخدمها أكو بعض الناس فقط استخدمون هاي الطريقة ما يستخدمون الطريقة الأولى لأن يقول لك خلق خلص من وجه على الراس وعلى شونه أنا دا قسمها يبقى إلك مرات مثلا منطيك الأي سي جي ناغس خاصنا بالمستشفيات عندنا للأسف مرات الطباعة مو واضحة فالليد التو طاير بالموس أصلا على طريقة 300 ما عندها غير حال تمام وبرت أصلك وش ما يطلع لك بكل تطلع ويبات غلط طاير هنا أصلا نفس ريدك تطلع بس حالة حشي حالة مثالية يعني هي المفروضة تصير مو اللي يستخدمها أغلاط أن تعترض على المشغلين وحسب أكو الله يفهمون ويعني مضبوطين من اللي شغلون من الكوادر نطوك إياها مضبوط وأكلها للأسف يعني يكون معدة مستجدة وخطية ماذا يعرف يرمو ويصب بها خلل فطبعا يعني هذا اللي قالك اللي هاتم تعرف الطريقتين بس بشكل عام هاي الطريقة سهلة تبدأ تمشي بيها الأمور بس وين بتفيدك أكثر شي إذا كان الهارت رايت الريجولار إذا كان الهارت رايت الريجولار فرح تجي تاخذ التريب كامل اللي هو عشرة سكند هذا الأخير وتحسب سهلة تحسب كم أر وي كمثال هس عندك مثلاً تسعة تسعة أر وي تسعة في ستة جقال أربعة وخمسة آه بيت برمنت إذن هذا برديكاردية وهكذا يعني تقدر تعرف الموضوع فتحسب كم أر وي واحد ثنين واحد ثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة ته تمام فواضحة هس واضح شون قسنا الريت يأما طريقة لثلاثمية يأما طريقة العشرة سكت حتى إذا أنت مفتم طائمين استنفجت هاي الستة لا تفهم تذكر ستة في آر يساوي لك إشقد الريت تريد الطريقة القديمة ثلاثمية على إشقد آر بين آرين انترفال انترفال يساوي لك همين الريت هس نجي على النقطة الثانية اللي هي determine ريجولاريتي الشون تعرف هل القلب ريجولار أو الريجولار فهذا هنانا هس الموضوع مهم هنانا احنا شنو نعتمد نعتمد على المسافة بين الار المفرور المسافة بين الار والار هي نفسها طبعا هنا تمقاص انت متبوع على المربعات للمرة تصبح أوف سايد يعني يكون شوية من البداية هو منتقل المسافة انت هنا ما تعتمد بهذا الشكل الشون احنا بالمستشفيات صراحة نسويها شون نعرف هل هل ريجولار أو لا تجيب ورقة تجيب فد ورقة كمثال ارسم لك اياها تجيب ورقة تخليها هنا نيما الار وتحدد المسافة بين اكثر من ار تقريبا ار او ثلاثة على افضل وتشيل هاي الورقة تجيب ها هنا وتجيب ها هنا تشوف هال هاي الورقة اللي انت اشرت حالي المسافة بين الار هي نفسها اذا تتكرر على مسار اطول هل قلنا هذا اكثر اذا هي نفسها تتكرر وبشكل منتظم فاذا هذا ريجولر طيب اذا خليتها ولقيت لا والله هنا لقيناها اقصر احنا اطول احنا اقصر اذا هذا شنو معناته اذا معناته القلب غير منتظم بدقاته اذا معناته هذا الريجولر وطبعا كل مكان القلب الريجولر كل مكان المشاكل اسوأ وكل مكان ريجولر حتى وان كان اكو مشكلة كل مكان احسن واضح فهذه مهمة لازم نفهمها اذا كانت الشغلة الريجولر فهذه اسوأ واذا كانت ريجولر فهذه احسن طيب لو انا خيرتك بين خيارا تريد قلبك الان يشتغل ريجولر لو يشتغل الريجولر تختار سهلا يا الله البقية ولا واحد جاوب شتختار تريد قلبك يشتغل ريجولر لو الريجولر يشتغل منتظم ولا غير منتظم الله بس دكتورة هالة تجاوب بقية ها نايمين ولا ممكن نحست وللوقت تأخر لو تعرف عفية انريدة يشتغل شنو ريجولر طيب زين لو انت صارت عندك مشكلة والان الخيار قدامك ريجولر والريجولر يعني منتظم طبعا هنا منتظم منتظم وغير منتظم لا هسا خليت الخيار لك بغير شكل تريد انت راهد او ما راهد هو قلبك الريجولر لا سامح الله بس تريد جلبك يشتغل ريجولر الريجولر لو تريد الريجولر الريجولر ماذا نعمل؟ تبهوا علي لو سويت لكم ماضي إذا سمعوا هذا الصوت شوية راح يعني اسمعوا هذا الصوت شنو الفرق بيناتهم؟ اسمعوا هذا الصوت واسمعوا هذا الصوت شنو الفرق بين الأول والثاني بين الصوت أنا سويتكم ماضي إذا سمحتوها أصلا أو لا شنو الفرق بين الصوتين السويتم هذا من طرقات ماضي سمعتوها الصوت أو صار ميوت أصلا مايك يسوي ميوت معرف صار ميوت على كل اوه اوه انا مايك يسوي ميوت على الصوت لأنهم سوي على نوز غدافش لا كل ضي زي من أقول تك تسمعوني لما أقول كلمة تك تك تسمعوني لا ماكو خعر قال إنه سوي السفطاني أكثر تسمعون لما أقول تك ها هل سمعتو؟ زين زين تك 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 شنو الفرق بين عتهم ياه الأكثر انتظاماً من اثنين هاتم غير منتظامين الأولى لو الثانية ياه الأكثر انتظاماً شوفوا الكلام عفيا عليكم عفيا الأولى الثانية اللي سويت لكم ما بها أي انتظام يعني الار ويف ويالار ويف ويالار ويف البعدة دائماً يكون عشوائية بالموضوع ما عندك انتظام باللا انتظام ليش دكتور تقول لي حتى اللا انتظام طبعاً انت هسل ينفرق انت طالب طب ايش ويا مرات انت يعني مو كلش جاد بحياتك عندك يوم تقرأ يومين ما تقرأ يوم اللي بعده نص تقرأ وهكذا يومية يوم الأول تقرأ يومين ما تقرأ بعدين تقرأ هذا أفضل انت بالحالة غلط انت ما تقرأ بس هذا أفضل لو انت يوم تقرأ عشرة ما تقرأ بعدين يوم تقرأ بعدين ثلاثة ما تقرأ بعدين يوم ما تقرأ بعدين أربعة ما تقرأ فطبعا بالحالة أنت هنا عندك مصيبة بس المصيبة بالحالة الأولى آهون من المصيبة بالحالة الثانية فهذا الريجولر أنه يكون عشوائية في الهارت بيت وطبعا هذا دائما لما يوصل هذا معناته مشاكل أكبر راح لما يكون هيمو دايناميكلي لأن القلب ما يضف الدم بشكل طبيعي وبالتالي مصايبه أكبر راح نعمل في هذه الحالة ويمكن يعني توصل أنه يتأثر الفنتيكل خاصة يمتعون بالفنتيكل فهذه الفكرة من الموضوع طبعا تفهمون بعدين من نحن شنو AF وشنو VF يعني تمام الريجولر الريجولر اللي هي عندك خلل لكن هذا الخلل دا ينعاد بنمط متكرر بنسبة من الانتظام وإن كانت قليلة تحافظ لك على المريض يكون شوية أكثر هي مدهنة فهي بالحقية خلل لكن خلل أهون من خلل والأفضل طبعا من عندهم إن يكون راقبة هذا اللوب دوب أو تمام اللي هو الهارتبيت طبيعي فواضحة الفكرة اللي هي الار ويف والار ويف اللي هو مثل تترب هذا الصوت ومنتظم فهس نجي كمثال هنانا شوفوا هذا هو كيولر طبعا هذا P ويف QRS T ويف هذا راقب تمام طبعا هنا هو فلتر هذا صاير واضح فهذا الفلتر لما زاد طبعا الP ويف تحولت إلى SoT ويف وأنا ملا شرع هسه شنف لتر بس الكلام يعني هنانا شوفوا الار ويف وهي الار ويف أكو نمط دا يتكرر بس طبعا هذا عدم انتظام مو مثل الحالة الأولى اللي هي منتظمة لا أهنانا عندنك عدم انتظام بس ها عدم الانتظام انتبه تتلاحظون شون دا يتكرر عدم انتظام منتظم هذا اسمه regular regular اللي بعده اذا تلاحظون ماكو اي رابط بالموضوع داعش من المسافات مختلفة اذا هذا شون راح يكون regular regular سؤالي لكم من هذون سهل انه يتحول الى atrial febrillation واحد اثنين لو ثلاثة منه اقرب انه ممكن يتحول الى رجفان بالذينات عافية عليكم رقم ثلاثة هذا اخطر اناتة مصايبة اكثر راح يصير فاذا تلاحظون الفكرة من واسطة فهذا فاستعرفنا نحسب الريت وبعدين جينا على regularity طيب الخطوة الثالثة هي انه assess the P wave شون نسوي assessment للP wave وما تعبتوا الكل بعدهم ويايا لو تعبتوا ها نطيكم شوية تاخدوا النفس بدون استراحة لو نكمل اذا تدون استراحة نطيكم خمس دقائق استراحة تجيبون شاي ونكمل واذا ما تريدون حتى كمل واسم كل مستوعب نكمل طيب نكمل دكتور يعني ما احتعبتوا بعد بيكم حيب عادي ترى انا اتقبل كل الاراء اذا ما حتفاهم اذا في مشكلة عادي يقولوا بيانا تمام 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 خير نزيل هسا نجي على الستيب الثالثة اللي هي assist the P wave الشون نشوف ال P wave اول مرة احنا نجي على ال P wave هل هي موجودة ام لا هل عندك absent لل P wave طبعا مو معنات موجات موجودة اللي هي مثل هذي معنات هاي P wave هاي مو P wave هذي flutter wave مثال هاي P wave واضح شكلها فهل نجي اول نقطة هل هي موجودة ام لا نقطة الاولى نجي نقول هل ال P wave لما نجي نشوف ورما تشيكنا regularity ورما تشيكنا right و regularity نجي نشوف هل عندنا ال P wave موجودة اصلا ام غير موجودة زين ورما لقينا ال P wave هل كل ال P wave متشابهة بالشكل ليش يعني عندنا شغلة اسمها atrial topic beats ضربات هاجر من اتيوم عندنا multifocal atrial tachycardia كمثال يطلع بيها مختلفات ال P wave فهذه مهمة تفيدنا في حالات الارثمية ومشاكل اذا عندنا بالاتريوم فنجي هل كل ال P wave متشابهة لو بيها مرات biphasic مثال صايرة بهذا الشكل ال P wave تبقاها مرات biphasic بهذا الشكل M wave مرات inverted فتجي تشوف هل هي شكلها ثابت على طول ال ECG هل اكو خلل بشكلها زين هل ال P wave regular ونتفيدك إذا عندك بلوكة بالقلب تمام هل وراء كل P QRS المفروض يتبعها فهذه النقاط نشوفها لازم هل ال P wave موجودة أم لا هاي أول سؤال نسأله هل هذه ال P wave متشابهة هل ال T wave هل أكو QRS بعد ال P wave المفروض يتبعها دائما فإذا ما كو إذا نفق خلل فهذا ال P wave طبعا هس هذا normal لنا AV node delay conduction تنين وصل وبعدين مفروض QRS وراح يقصد لأسف أخر وبعدين وصل فهذا يفيدنا حتى نعرف صفحة AV node أو إذا عندنا pathway إضافي أو لا من عند رح نعرف نعرف لأسف نعرف 0.12 إلى 0.20 سكن أو دكتور أنا لا أحب السكن أحتي لي بالمربعات أنت جيد المنطقة أنا أحب المربعات صراحة لا أحب السكن إلا يريد يعرف ها بالسكن إذا ما عرف ها بالملي سكن أو بالسكن يتخبر ما ينام اللي فأنت عرف ها بالمربعات إش قد الطبيعي دكتور لا أخذ أختصرها وحفظ بس الأبر لمت إش قد خمس مربعات شبيرة إذا لا حياتي ما ترهم هنا نحفظ اللور لمت والأبر لمت إش قد بالمربعات 3 إلى 5 مربعات صغيرة مو مربعات كبيرة تندي انتعبالك هذا مو مربعات صغيرة ف3 إلى 5 مربعات صغيرة هذا نورمال فنجي مثلا هنا راح نشوف عندنا كم مربع يعني واحد ثنين بين ثنين ثلاثة ثلاثة أقل من ثلاثة إذا عندك شورت كيو آر انترفل أكثر من يعني رقل من ثلاثة طبعا عندك شورت کیو آر انتيرفل يا كيو آر انتيرفل بي آر انتيرفل شباني خر Network انتيرفل انتيرفل وإذا عندك أكثر من خمسة إذا عندك مكشة رуска ركال ركال انتيرفل إذا عندك مكشة ركال اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واحد الى ثلاثة بوكس واحد الى ثلاثة اذا زاد عنا اذا عندك انت YQRS وهذا يشمل لك مشاكل كثيرة من ارثمية خلا اللي بنضم الى مشاكل بالبندل أوف بندل برانش بلوك ليفت بندل فزيكيولار بندل ومم رايت بندل ما اتقل بتفاصيلها لها شرح ثاني بس بشكل عام تفهمه او ممكن عندك كتوبة كتوبة كبير من الذين نفسه ضربها جرى خاطئة طلعت من الذين نفسه فراح تشوه لك الQRS فهات مهمة تشوفه فهسا نبدأ بالP-Wave بعدين قدنا اول شي نبدأ بالRate بعدين بالRegularity بعدين نجي على P-Wave بعدين PR Interval وبعدين QRS زيان وما خلصنا QRS وشفنا Duration نجي على النقطة السادسة وهنا ما رحش على T-Wave لين هاي لها شي ثاني كامل تمام محاضرة كاملة كاملة تصير علي هذا T-Wave فهنا ما رحش عليها اليوم فاخف بالبال اتعوف هسا حاليا فهسا نجي اخر شي يترمن QT Interval اللي هو الانتربل بين اللي موجد الQ بداية الQRS الى T هذا مهم جدا مني يعرف مهم جدا ليش يقيس لك يا آيون يا آيون كاني طول لك الQRS فترة الQRS ها يا آيون وجود ال بوتاسي بوتاسيون جاني ينطينا بلاتوفيز عفي الكاليسيوم عفي الكاليسيوم جانل كاليسيوم جانل هنانا تتحكم بوتاسيوم الT wave صوديوم ينطيك الQRS والT wave والكالسيوم والكالسيوم هذا المسافة بين آتهم للتي ويف لأن هذا يمثلك البلاتوفيز بلاتوفيز يمثلك البلاتوفيز ففي حالة الهايبوكاليني يشتصوروا من الكوتي انتيرفال يصير صغير يقل يزين شي يصير بي عندها هايبوكاليني ما شرح يصير بالكوتي انتيرفال قل ماكو يدخل أبطأ البوتاسيوم تزيد ولا يسبب تزيد 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 يصير بيكوتي وطبعا هذا البرولانجيشن بيكوتي خطر جدا ليش لأنه عندنا مرض يصير بالأطفال أو مرض وراثي بمناسبة بهم خلال بالبوتاسيوم والكالسيوم طبعا هي أيضا البوتاسيوم لما يقل أيضا يتأثر هذا المنطل هي مشتركة بين البوتاسيوم والكالسيوم فإيضا يتأثر فطبعا هذه فعاليت يا طيبة هذه خلال خطر جدا يصير إذا صار عندنا بيكوتي إنتيرفل هذا إذا زاد عن حد هذا خطر كبير لأنه سيدخل القلب بأرثمية خطيرة اسمها ترساد تفاصيلها عندنا مرض وراثي اسمه إذا قصنا طفل وإجاب بهذا الإيسي جي اسمها لونج كوتي سندروم ولعبها لك ما تشوف مثلا ممكن تشوفها بس شون تلقفها لما تكون قائس وهذا هنا الطفل لازم تتدخل مباشرة لأنه إذا نعاف بدون علاج وعنت إرثمك راح يتحول إلى ترساد الدي بوين تنتهي بأي بي بي اف ويموت المريض تصير اسيستور شوف يعني الموضوع وين واصل لذلك قلت لهم زي نجد هو أنه طبعا لما تقصر أيضا في حالات الخلل بالإلكترولايت هايبر كاليمي وغيرها لما تقصر أيضا مشكلة يعني بشكل عام هي اللي تصير بها خلل إجد هي طبيعي 8.5 مربع إلى 10.5 مربع بمثال هذا تجو أنت اسمك مربع 1 2 3 4 5 6 7 2 9 10 10 إذا طبيعي أكثر من 11 تعتبره غير طبيعي وأقل من 8 أيضا غير طبيعي فالترولونجيشن بالكيوتي انترور منو يقدر يقول دو يسوي ترولونجيشن بالكيوتي إذا نخذ الدوز عالية مو دوز طبيعية إذا نخذ الدوز عالية منو يعرف بيكم دو يسوي ترولونجيشن قوتي ترولونجيشن منو يعرف بيكم يا بانطيكم يا أبصر من مجموعة الأنتيبايتك والسلفة دو مشهور استخدمه في كورونا سهلت لكم مشهور استخدمه في كورونا حتى أمم محمد اللي تبيع طماطي من البيت عتكم قامت تنطي تمام عافية لكلورو كوين وبعد الطماطي الثانية في كورونا صارت كوية واحدة فو تنطون سوى آه يا رقس أزفرو عارفيا عليكم أزفرو مياسين والكلورو كوين هذول كان يسوي كوتي ترولونجيشن ولذلك كان أكو ريسك طبعا هذه بالدوز العالية مو الدوزات الطبيعية ولذلك الدوز الأزفرو مياسين ما يتجاوز خمسة أيام من العطاء حتى ليصر أكو ميليشن وليصر لونج كوتي سندروم من العطاء كبار السن اللي يبقون على أزفرو مياسين ينعيدهم ميمونيا وشي مدطو وليل لازم دائما ECG منتر حتى نتجنب هذا شيء قبل ما يصل لأن إذا صار وانترك فهذه كارثة إنه ما رح يموت من بس موما نتجنب خطر وهذي لا إذا نخف بالنور وإذا كان مبعية طبيعية فماك مشكلة بس لو استعم حلا شخص عند لونج كوتي سندروم فهذه أيضا من نحن الموضوع على كل حال واضح لي هس طيب استرخوا خلصنا الشرح هس أمثلة يالله خلصنا الشرح هس نبدأ أمثلة يالله إش قدر ريت يالله نطيتكم مثال قدامكم يالله ابدو بي يالله جاوبوا تمام هالبقية شون يالله حسبوها نظام نتلي طبعا هو راقولر لو الراقولر هذا شتقولون المسافة هذي ثابتة بينهم لو مختلفة كل مرة شكل راقولر 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 عافية راقولر نقدر نستخدم قاعدة 300 تمام عدنا تقريبا بينات 1 2 3 300 تقسيم 3 4 نقدر نقول تقريبا 100 ويطلع 95 96 100 100 تقريبا 100 زيان P-Wave normal abnormal شتقولون يالله P-Wave موضوع P-Wave normal abnormal 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 P-R interval P-R interval الطبيعي نسيتو P-R interval الطبيعي هذا يجد المفروض يكون طبيعي 1 2 3 طبيعي normal Q-R S duration normal همينا تمام بين 1 يعني qut interval فهذا ايضا طبيعي متعدل العشرة هذا نحس بها السمن واحد ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تقريباً إذن نورمال إذن كله نورمال إذن هذا نورمال ECG فاضح؟ يلا طبعاً إذا هذا طبعاً شنسمي إذا يكون الرذم بالقلب بادي من الأس أي نود بهذا الرذم بادي من الأس أي نود بعدين QRS وبادي تي ويف ورجولر شنسمي هذا الرذم بادي صح ما شي من رئيس الجمهورية بعيس الوزراء إلىه نسميه ساينس رذم جاي من الأس أي نود ساينس رذم نسميه ساينس رذم هذا ساينس رذم طبعاً ساينس رذم حتى لو زاد نسميه ساينس تكاكاردية حتى لو قل نسميه ساينس بردكاردية بس ما دام ما شي براجيولارتي وبادي من الأس أي نود ومن تي بالتي ويف وبعدها أبي ويف وبعدها QRS إذن هذا نسميه ساينس فهذا ساينس رذم هذا لا تكيكاردي ولا برديكاردي زين هسا شد شوفون هذا نورمال أبنورمال ريجولار ريجولار يلا منو يحلي اياه هذا ايش قدر ريت يلا ايش قدر ريت زين اول نقطة هو ريجولار صح المسافة ثابتة اذا ريجولار هاي ريجولار زين ايش قدر ريت لا اقل انا نحسب تقريبا واحد اثنين ثلاثة اربعة امسة ستة سبعة اثنين تسعة يعني يطلع تقريبا ثلاثين ريت اذا هو اقل من المعدل الطبيعي زين البي ويب هنا نشوفها طبيعية مطبيعية البي ويب هنا في مثال في ويب نورمال نورمال لا تخاف نورمال نورمال بي ويب نورمال بي ويب زين في ار انتيرفال نورمال كوريس دوريشن نورمال كوريس دوريشن نورمال نورمال في دنوقي ساي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر اي داعش يعني اقل تقريبا عشر ونصف واذا ضمن النورمال نورمال 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 يلا اول مرة راقلر لو راقلر 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 عافية راقلر ايها عافية عليكم راقلر المسافة منتظمة راقلر زين هذا راقلر بي ويب عندنا بي ويب موجودة طبيعية تمام كيو ار امتيرفال طبيعي كيو ار اس دوريشن طبيعية بس الريت عالي تقريبا مية وثلاثين الريت مالتا اذا هذا شو نسميه ساينس ايش تاكي تاكيكارديا ساينس تاكيكارديا سهيها مسهلة شفتوا الموضوع دا يمشوا يا الله يا الله شوفوا لي هسا الموضوع شو حلو عافية هل هذا راقلر لو الراقلر 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 زين هل هذا الريت عالتا يا نور راقلر الراقلر لو الراقلر الراقلر غيرها سهلة ترى مو صعبة يعني هل بشكل عشوائي عافية راقلر زين البي وايب هنا عندنا له غير موجودة شوفوا البي وايب في وايب موجودة ولا لا موجودة طيب هل نورفل عفيا عليه هذا لما يكتبخ هذي إكسترا أخذ ضربة هاجر شون عرفت يا دكتور عمار البي ويف كلها طبيعية ما عدا بها المكانية من البي ويف غير طبيعية فمناصر خلل واحد سلنا ضربة هاجر لو كانت إنه ما كتو في ويف أصلا كان فكرنا من فاننا ضربة واحدة طلعت خلت اننا خلل بالبي ويفصار عندنا وخلت اننا الريجولارة تتصير تمام وبعدها رجع طبيعي وقعدها هنا البي ويبات هي طبيعية فهي يكتب وقالما لا ترسل التفاصيل المهم فهيسا عرفنا ان البي ويفصار بها خلل في منكان واحد وهذا بها الريجولار لكن ريجولار الريجولار الريت ما انت تقريبا سبعين فهذا ايضا سهل وهذا بقي كلها طبيعية طبعا هذا اكتبك انا مشارح الاكتبك هسا بالكامل بس اتصور وصلت لكم جزء منه طبعا للأسف اليسيجي مو كل شواضة حتى تكون منصف بس اتصور تقدرون تفهمون اه ان قليلا وصلت على الريجولار регéo للراجولار عافيا عليكم هStephen view الم salahعتقد عشوائية اذا هذا خطر رائق الريجولار وين البي ويف هال عندنا بي ويف متشوفون بي ويف مانا داشوفوا بي ويف متشوفوا income ترجمة نانسي قنقر 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 P-R-Enterval ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر